بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثالث التأهيلي الفصل الدراسي الثاني أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بأن الله تعالى سيكون عنوان درسنا في هذا اليوم الصدق في التجارة الجزء الأول تعليمات هامة يجب علينا الانتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرسة بالتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال لا أنسى دائما أن أكون في مكان هادئ ومريح ومناسب للتعلم بعد عن كل شيء يشغلني من الأصوات المرتفعة والأجهزة الإلكترونية يعني مثل الجوال والأيباد والتلفاز كلها تكون بعيدة عني الألعاب حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس لا تنسى كذلك يا بطل أن يكون القلم والكتاب موجود لديك حتى نستطيع حل الأنشطة ومتابعة عناصر هذا الدرس في الأخير يا أبطال مهم جدا أن نستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته استمر في المشاهدة في المتابعة حتى نصل إلى آخر هذا الدرس تفقنا على ذلك عزيزي الطلاب والطالبات إذن لنبدأ على بركة الله تأكدوا من غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة بعد ذلك يا أبطال لدينا الهدف العام في هذا الدرس معرفة الصدق في التجارة الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة مفهوم الصدق والأمانة بشكل صحيح الدرس الرابع عشر لدينا يا أبطال الصدق في التجارة إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود ويتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي في صفحة الدرس رقم 82 وهذا الدرس الصدق في التجارة بالتأكيد نعرف ما هو الصدق أن نقول الكلام الصحيح أصدق في حديثي هذا هو الصدق في التجارة من يقوم بالبيع والشراء هذه هي التجارة من يبيع ومن يشتري يجب دائما عليه أن يكون صادقا البائع والمشتري جميعهم يجب أن يتحلوا بالصدق هذا من الأحكام التي سنتدرب عليها ونتعلمها في هذا الدرس هذا هو العنوان إذن ومعناه هو الصدق ممن يبيع ويشتري دائما هذا هو المقصود بعنوان هذا الدرس الصدق في التجارة الحديث أريد منكم الاستماع إليه جيدا يا عبطال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما إذن هذا الحديث الذي استمعنا أنا إليه عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذي رواه الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه يدلنا على أهمية الصدق عندما أبيع وأشتري وأني لي الخيار إذا كنت أنا عندما أشتري منه فأني لي الخيار أن أتمم هذا البيع أو ألغي هذا البيع أو cancel هذا البيع لا أتم هذه العملية للبيع والشراء التي كنت أريد القيام بها يعني أنا أردت مثلا شراء جهاز الكمبيوتر وأنا في المحل أريد أن أقوم بشراء هذه الأجهزة مثلا جهاز كمبيوتر اتفقت أنا والبائع ولكن قبل عملية الدافع قبل أن أقوم بعملية الشراء أردت الوقوف عدم إتمام وإكمال عملية البيع فإن هذا يجوز لي ومن المهم جدا في هذه العملية للبيع والشراء أن أبين من يريد البيع يجب عليه أن يبين هذه السلعة التي لدي يعني إذا كان هو يريد أن يبيع جهاز الكمبيوتر فيه مثلا كسر في جانب الشاشة لهذا الجهاز فإنه يجب عليه أن يبين أنه يوجد هذه المشكلة هذا الجهاز بطيء مثلا عند العمل يجب أن أبين ما هي المشاكل الموجودة في هذا الجهاز هذا الذي نقصده أن يبين يعني يبين ما هي المشاكل الموجودة فيما يريد بيعها أي أن كان يريد أن يبيع مثلا فاكهة يريد أن يريد ت fulfilling يريد أن يبيع بعض الملابس يبين أن فيها قاطع بسيط يعني يبين ما فيها يبين ما في هذا الذي يريد بيعها من مشاكل أخطاء يبينها عند عملية البيع يعني أنا أريد أن أبيع فأني أخبر من أريد أن أبيع عليه وهو الشارع أبين له كل هذه الأخطاء وبالتالي ستحصل البركة لنا جميعا ستحصل البركة للبائع والمشتري إن شاء الله تعالى إذا قام بهذا الصدق في هذه العملية لعملية البيع و الشراء التي قاموا بها إذن نستمع للحديث مرة أخرى يا أبطال وكرروه بعدي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدق وبين يعني البيعان بالخيار في البداية يا أبطال البيعان بالخيار لهم الخيار في أن يتموا عملية البيع و الشراء لهذه السلعة يعني كانت لبس أجهزة إلكترونية أو غيرها فإنهم بالخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق يعني لو أنا أردت شراء هذا الشيء أنا أردت شراء أي شيء اتفقت مع بائع على شراء مثلا هذا القلم اتفقت مع البائع وأنا كنت في المكتبة قمت بشراء هذا القلم من البائع إذا كنت في المحل لم أخرج من هذا المكان من المكتبة التي تبيع هذا القلم فإنه يحق لي أن أقوم بإعادته و عدم إكمال البيع و الشراء لهذا القلم ولكن إن خرجت من المكتبة و قمت بشراء القلم أعطيت هذا البائع بائع الموجود في المكتبة قيمت هذا القلم و خرجت إذن في هذه الحالة يتم البيع و لا أستطيع إعادة و يستطيع البائع أن يرفض إعادة ما قام ببيعه إليه إذن البيع بالخيار ما لم يتفرق يعني يبتعد عن المكان الذي كانوا فيه فإن صدق و بيّن بورك لهما في بيعهما و إن كتما و كذب محقة بركة بيعهما إذن إذا صدقوا في هذه العملية الله سبحانه وتعالى يبارك لهم من اشترى يبارك الله له في هذا مثلا القلم الذي اشترى و البائع ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في المال الذي أخذه و لكن إن كذب فإن الله سبحانه وتعالى يمحق بركة هذا المال يعني لا يقول لهذا المال الذي أخذه هذا البائع بركة يعني بالتأكيد هو كسب المال من خلال الخداع و الغش لكن الله سبحانه وتعالى لا يبارك فيه يعني لا يستفيد ولا يتبارك هذا المال الذي أخذه إذن دائما من يبيع يجب عليه أن يكون صادقا في هذا البيع وفي الشراء إذن البيعان يا أبطال من خلال ما تعلمنا كما ذكرنا البيعان من هما؟ هما البائع والمشتري هما البائع والمشتري بالخيار لهما حق في إمضاء البيع أو فسخه لهما حق في إمضاء البيع أو فسخه و ما يعني بعد مرة ثانية أن أوضح نفس الكلام الذي قلنا عن القلم هم بالخيار يعني يحق لهم إذا كانوا في المكان الذي هم فيه بائع القلم في هذه المكتبة و أنا كنت عند المحاسب الذي حاسب لي شراء هذا القلم أستطيع و أنا موجود أمام هذا البائع أن ألغي ولا أتم عملية الشراء لهذا القلم أو أسترد المبلغ كذلك الذي قمت بإعطائه إياه إذا كنت موجود في المكان بجانب البائع بالمكتبة في أي مكان كنت فيه لشراء هذا القلم أو غيرها من السلاء فإنه يحق لي أن يقوم البائع بإعادة هذا المبلغ لي ولا أتم عملية شرائي لهذا القلم ولكن إن خرجت من هذا المكان خرجت من المكتبة فإنه بهذه الحال يحق للبائع لو أردت أن أعيد القلم وأسترد المبلغ الذي قمت بدفعي فإنه يحق له أن لا يقوم بإعادة هذا المبلغ لأنه لا زالوا في الخيار عندما كانوا في نفس المجلس يعني في نفس المكان الذي كانوا فيه عندما قاموا بعملية البيع والشراء ما لم يتفرق يعني من مجلس العقد وهو المكان الذي ذكرنا قبل قليل المكان الذي كانوا يجلسون فيه للبيع والشراء فإن بيّن كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه يعني كل واحد منهم يبين ما يحتاج إليه في هذا القلم بالتأكيد هو يحتاج مثلا هذا القلم يبين له أن فيه مثلا خدش بسيط فإنه يجب علي البائع أن يبين يجب علي أن يبين وجود هذه المشكلة في هذا القلم إذا كان يبيع ملابس يبين مشكلة إذا كان هناك مشاكل في هذا اللباس فإنه يبينها حتى تحل البركة على الجميع على البائع وكذلك المشتري فمهم دائما أن أبين وأتعلم وأتعلم أن أكون صادقا في البيع محقت البركة عندما يغش ولا يبين فتمحق البركة ما معنى المحق؟ ذكرنا هو النقصان و ذهاب البركة يعني أنا أخذت هذا المال ولكن لا يكون فيه بركة تنقص الفائدة التي أخذتها من هذا المال فيجب علي دائما أن أبين حتى يكون لي البركة في هذا البيع ولا تمحق البركة من العملية التي قمت بها للبيع و الشراء يا أبطال مهم جدا أن أتذكر دائما ما قمنا بالتدرب ما قمنا بالتدرب عليه و نحاول دائما يا أبطال أتذكر من خلال ما تعلمت علامة صح أمام العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي من خلال ما تعلمنا الصدق و الأمانة هما أساس النجاح في الدنيا و الآخرة و من ذلك النجاح في العمل و التجارة هذه عبارة صحيحة أم خاطئة من خلال ما تعلمنا أحسنتم أنه يجب علينا الصدق و الأمانة أنه يجب علي أن نكون صادقا و أمينا عند البيع و الشراء إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على إنصاتكم و مستماعكم و متابعتكم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله و تعالى حتى ذلكم و الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و دائع والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته